يا مساء النور والخيرات أينما كنتم نهنئكم بقدوم شهر مولد النبوي الشريف وبهذه المناسبة جبنالكم مشاريع قوة ناجحة 100% وبالتكاليف بسيطة اختاروا منها ما يناسبكم أول مشروع وهي الشموع الطباعة على الشموع سهلة جدا 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 تستخرجي هذه الرسومات من اليوتيوب ولا من جوجل ولا من الفيديو هذا التاعنا عند أي مكتبة عند المكتبة كما وضحنا لك على أوراق العادية وتقصهم تختار الآسامي التعزباء انت وعك اللي طلبوا منك هذا الشموع ولا ديري رسومات بدون آسامي تكتبي بهم الاسم انت ولا تكتب بها الاسم انت كما وضحها في هذه الصورة الاسم اللي طلبوه منك حاك ذك باش ما تخسريش الطباعة وتقصهم شرائط طوال وتجي تحطهم على الشمعة هذيك اللي بايضة وبمجفف الشعر تفوت على هذيك الرسمة فوق الشمعة راحة بذوب وتلسق لك فاصل مو سهلة ثاني مشروع تجي بالدوائر تطبيعي لهم تخرجهم من اليوتيوب ولا من أي موقع وتخرجهم تكون شوية الورقة شوية خشنة تقصهم عساير داير وتحطهم في ساشي ومبلاج كيس شفاف مع هذيك الشمعة تولي هذيه جميلة مطلوبة وتمشي لكفور والدوائر هذيك تجيب بقطعة من الساعتين أقل من خمسين سنتيم راحة تدير ألف راك للميترة تلسقيها بأي غيرة يكون مليح ويديرها للحناء في المولد النبوي الشريف مطلوبة ثاني بكثرة وخاصة في المدارس المشروع الثالث الشموع البيضاء ذو بها في حمام مائي وتحطيها في كؤوس زجاجية وتطبيع مولد النبوي الشريف على ورق خاص ذهبي يلسق وتقصيها وتلسقيها في هذيك الكؤوس يتحطوا بريستيج على طاولة الاحتفالات رابع مشروع أدري طبعات خاصة بالمولد النبوي كما هو موضح في الصورة وتلسقيهم في الكؤوس في الصحون الورقية لتقديم المكسرات أو تلسقيهم على أعواد الخشبية الصغيرة والحجم هذه يحطوها في قطعة الحلوى اللي خاصة بالمولد النبوي الشريف ادريهم أربع حبات ست حبات اثنى عشر حبات اثنى عشر قطعة وتبيعيهم والمشروع الآخر تخدمي فوانيس تخدموا فوانيس المولد النبوي الشريف الورقية سهلة وبتكاليف بسيطة أجي بي الورق يكون ماذا بك أسود تطبعي فيه وترسمي فيه الشكل اللي بغتيه النجوم أو هلال أو تقصيهم كما راح موضح في الصورة في الفيديو وتدري فيهم ألوان وتدري فيهم إضاءة صغيرة هذيك تتباع ومتوقفة في كل الأماكن وتعليقهم وهنا جبنا لك بعض الاختيارات لطاولة المولد النبوي الشريف لصهاراتكم إن شاء الله ستعود عليكم هذه المناسبة بالخير واليوم والسعادة وتنال إعجابكم وتطبقوا هذه المشاريع وتكون لكم دخل إضافي لتنطلقوا به في مشاريع أكبر من هذه إن شاء الله سيدتي أو سيدي أينما كنتم في ربوع هذه الكرة الأرضية دمتم بخير في فيديو آخر إن شاء الله لا تنسونا بالدعاء والاشتراك فضلا وليس أمرا موسيقى